حتى بعد إبراب انتفاقية السلام ما زالوا أطفال تيغراي يتألمون من أمراض عدة لعدم إيجادهم الأدوية اللازمة وأثناء فترة الحرب لم يتمكنوا هؤلاء الأطفال من الذهاب إلى المشفى والتعالج بسبب تواجد القوات الأرترية في أرجائهم وأدلوا الوالدان للتبرهان قبرهيوت ومعوز قبره وأيضا الدكتور تخلاي أن الحرب المدمرة تركت آثارا على صحة الأطفال جئت من بلدة ححيلة ولد ابني تحت الوزن الطبيعي وفي اليوم الثالث انتفخ بطنه ولم يستطع أن يقضي حاجته ولم نستطع الذهاب إلى المشفى لأن القوات الأرترية كانت هناك ولكن عندما أكمل العام وبعد أن حل السلام تمكنت من الخروج وقد مر شهر منذ مجيئي إلى هنا لا أستطيع أن أعطيه أي نوع من الطعام لأنه غير قادر على قضاء حاجته لا يوجد حل غير أن يشرب الحليب اسم ابني هو أدناي معوز ولقد جئنا من مدينة عدقرات بدأ هذا المرض عندما ولد وكان قبل الحرب وكان لديه ورم حول ظهره وأجر عملية جراحية في ذلك الوقت وبعد العملية كان على ما يرام وقدموا لنا موعد وكان اليوم في 28 من مايو 2021 ولم نتمكن من المجيء بسبب الحرب ولأنه لم يكن هناك وسائل نغل وفي ذلك الوقت بدأ رأسه ينتفخ لم يكن الوضع مناسبا لعلاج المرضى لأنه لم يكن هناك أي مواد ومعدات صحية ولم يتمكن الأشخاص من استخدام وسائل النغل للمجيء وتلقي الفحص بسبب الحرب يتسبب النقص الحد في الأدوية في ازدياد معاناة الأطفال الذين يتواجدون في المشفى بحيث أنه يضطر أباء الأطفال إلى شراء الأدوية من الخارج ولذا يشكون من عدم توفر المال لديهم حدث هذا بسبب نقص الأدوية فقد مر أكثر من سبعين منذ أن جئنا إلى هنا وحتى الآن لا يوجد تغيير حتى إذا أردنا أن نشتريه في الخارج فلا يمكننا تحمل التكاليف فالدواء الموصوف للجراحة هو أنبوب ويكلف أكثر من ثلاثون ألف بر ونحن ننتظر بالأمل فقط ليس لدينا خيار نطلب المال من الناس ونشتري الأدوية من الخارج لأن لا يوجد دواء في المشفى على الإطلاق ما أعرفه هو حاليا في مشفى عيدر هناك نقص شديد في الدواء فنحن فقط نقوم بوصف الدواء للمرضى ما نواجهه أثناء علاج المريض هو نقص في الدواء ولا يستطيعون حتى شراء ذلك ويمكن أن نفغض الحياة في دقائق حتى يجلب الدواء من الخارج وكل طفل له الحق في الحصول على العلاج وفي الختام يحثون الحكومة الفدرالية وكل من يهمه الأمر أن يقوموا بدورهم ويرسلوا الأدوية اللازمة لإنقاذ حياة هؤلاء الأطفال يجب على الحكومة الفدرالية وأبناء تقرائي المغتربين مساعدة ليس إبني فقط ولكن جميع أطفال تقرائي لأنه يجب على كل طفل للحصول على ما يكفي من الأدوية في الوقت الصحيح والعودة إلى حياته الطبيعية أنا أحب أن نقص في درال لأننا سأكون لنا بزيد أفاعد أفئيل أطلب من الحكومة الفدرالية إحلال السلام الكامل واحترام حقنا وحل مشاكلنا عن طريق إرسال ما يكفي من الأدوية لهؤلاء الأطفال ويجب من الجهات المعنية العمل على إرسال ما يكفي من الأدوية لشعب تقرائي